عارف مصلحة فرقته كويس ولما بيخش في التوقيت المناسب بيقول رأيه بيبقى رأي يجابي ويدعم فيه فرقته لكن محتاجين نروح لاستاذ الاهلي او ملعب الاهلي وي السلام ونتطمن على الاستعدادات الاجراءات المتعلقة بتنظيم هذه المباراة بذهب مباشرة الى زميل العزيز فاروق صلاح من ملعب الاهلي وي السلام عشان نطمن على التجهيز والتحضير والاجراءات المتبعة في هذه اللحظات داخل ملعب المباراة استعدادا لانطلاق المباراة في السامنة مساء وقبل وصول الفريقين ان شاء الله قبل المباراة بساعتين مساء الخير يا فاروق مساء النور عليك زميلي محمد سعيد كل التحية لك وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان مش هزيد يا محمد على الكلام اللي انت قلته والرسائل اللي جابية اللي بيعملها جمهور النادي الاهلي والدعم والمساندة وده دايما عهدنا دايما بجمهور النادي الاهلي وفي كل الأوات جمهور النادي الاهلي في ظهر لعبة النادي الاهلي وفي ظهر مجلس الإدارة وفي ظهر كل من ينتمي لكيان النادي الاهلي لو هنتكلم بقى محمد النهاردة على مباراة النادي الاهلي والترسانة في دور الستة عشر لكأس مصر البطولة الغيبة عن النادي الاهلي في آخر ثلاث سنوات خليني أتكلم معك في الفترة الأخيرة يعني تعرف قدرنا وقدر النادي الاهلي ان انت سريعا بتقفل بطولة وتفتح صفحة جديدة لبطولة تانية سريعا انتهت أفراح النادل أهلي بالفوز والتتتويج بدرعة دوري رقم 42 بدأ لعبة النادل أهلي التركيز على الكأس مصر وإحراز البطولة وأيضا من الأمور المهمة اللي كانت راح تلمسها في التدريب الأخير لعبة النادل أهلي أن لعبة النادل أهلي محمد مش شغلة بالها بالأمور اللي بتثار سواء بالرحيل أو بقاء الجهاز الفني وده أمر مهم جدا ومميز جدا لعبة النادل أهلي وشخصية اللاعبين والمسؤولين في النادل أهلي بالفصل التام والتركيز في البطولة من الأمور اللي هنتكلم النهاردة عليها على الاستعداد الأهلي والسلام لإستضافة هذا اللقاء تقدر تكلم على سهولة التنظيم الأمور التعقيم الموجودة بصورة أكثر مرة طبعا بيبقى فيه بروتوكول طبقا للبرتوكول الطبي الموضوع من وزارة الصحة ووزارة شباب الرياضة بوجود طبيب طبي أو مرائب طبي بيتفقد هذه الأمور لمتابعة كافة الأمور الخاصة بالتعقيم ثواء في المدرجات والغرف خلع الملابس وغرف الحكام في كل مكان داخل أرض الملعب استعداد بقى لعبة النادل أهلي الإجراءات الطبية يا فاروق الإجراءات الطبية بتبدأ منين بالزبط وأنت داخل الاستاد لغاية ما توصل لأرض الملعب عشان برضو ندخل الناس معنا في الأجواء نقطة مهمة جدا يا محمد برضو نحنا نعايش الجمهور في الأجواء من وين تدخل باب للاستاد بيبقى في طبعا فيه إياس لدرجة الحرارة ثم يعني خلاص إنت دخلت بقى ده ونت داخل باب للاستاد من الخارج من الخارج ونت داخل من باب للاستاد ثم باب الدخول لأرض الملعب والدخول لغرف خلع الملابس بيبقى طبعا في إياس لدرجة الحرارة المرائب الطبي بيتامع يعني عايز أقولك أن من الأمور المهمة جدا تبقى يعني الأمور الطبية أنه بيتابع التباعد الاجتماعي ما بين الجماهير اللي موجودة في المدرجات وأيضا بيكون حريص على أن يكون فيه تباعد اجتماعي في بعض الأمور بيبقى يعني فيها تشديد شوية على ارتداء الكيمامات دي طبقا للبنود الموجودة والمكلف والمخول بها المرائب الطبي للمباراة دي من النقاط المهمة جدا وبيتابع وبيشدد على هذا الأمر لكن الأمور دي محمد تقدر تقول إن هي في وجود النادي الأهلي حتى لو هو مش الطرف المنظم للقاء بتطبق بعناية والنادي الأهلي بيتابع بنفسه كافة هذه الأمور ودي أمر يحسب لي المسؤولين في النادي الأهلي والمسؤولين عن التنظيم في هذا الأمر طب دي مباراة كأس مصر يعني بالتأكيد تنظيم اتحاد الكرة دي بطولة الاتحاد المصري لكرة القدم من موجود من الاتحاد بخصوص التنظيم المتعلق بالمباراة سواء المرائب المسابقات مرائب الحكام أيضا كمان المسؤول الطبي عن اتحاد الكرة موجود دلوقتي موجود في الملعب بيجهز كل هذه الإجراءات قبل وصول الفريقين تقنية الفارع هاكون موجودة في مباراة الكأس النهاردة الإجراءات اللي ممكن الناس ما تشوفهاش من خلالك يا فاروق نشرح لهم ونقول لهم برضو معلومات إضافية في هذا الشأن يعني في التوقيت اللي أنا بكلمك فيها محمد لحد الوقت يعني ما وصلش مرائب لجنة الحكام ولا مرائب لجنة المسابقات مراقب الطبي هو اللي كان موجود يتابع هذه الأمور وهي بيراجع بمعا محمد وهو جاي من التحاد معه كشفه معه بنود بيبدأ يراجع عليهم باند باند لو باند منهم مش موجود بيبدأ انه يضع عليه غرامة او عقوبة على الفريق على الجهة المنظمة وهو شوفه انت عارف ان المباراة تنظيم الاتحاد المصر زيما انت قلت بيبقى فيه موجود بعض البنود البنود النادي الاهلي نفسه بيبقى باعت معه العامل اللي هو بيعقم غرفة خلع ملابس النادي الاهلي بيعقم كافة الأدوات الخاصة بالعبية النادي الاهلي في هذا اللقاء واللقاءات السابقة بإذن الله بإذن الله طيب لو عندك اي اضافة آآ قادر اقول لك بقى على استعداد دفارين النادي الاهلي طبعا من المباراة الاخيرة وميستر ريني فيلر لما اعلن القائمة طبعا في حالة من الحماس عند اللاعبين اللي الناشئين يا محمد بيستغلوا فرصة اراحة بعض اللاعبين والغيابات الموجودة في النادي الاهلي النهاردة فرصة مواتية لي مصطفى شبير في حراس تعالين النادي الاهلي وايضا على مقاعد البودلاء حمز علاء حارس ماروة متخب مصر للشباب موليد الفين واحد ايضا فرصة مواتية لي عرب بدر واحد من اللاعب النادي الاهلي الفين واحد محمد فخري ومحمد شكري مجموعة اللاعبين المتصعدين يعني لكان في احاديث مع بعض اللاعبين هم مستنيين هذه الفرصة ويحاول انهم يستغلوا هذا الدافع ايضا من النقطة مهمة جدا يا محمد اللي عايز برضو من خلالك من خلال قناة النادي الاهلي ان انا باينها اذا باين دور القائد محمد الشناوي محمد الشناوي مش موجود النهاردة في اللقاء لكن اعايز اقولك محمد ان هو متابع كل امور مع مصطفى شوبير يدي دافع يدي طاقة ايجابية لمصطفى شوبير وموسان داناوية من خلالك من خلال قناة النادي الاهلي دور محمد الشناوي مش مقتصر فقط ان انا قائد او داخل غرفة خلال ملابس او قط لبس لا ده النهاردة يعني فيه دعم متواصل مع مصطفى شوبير بيدي ثقة لمصطفى شوبير ان شاء الله مصطفى شوبير يكون النهاردة في اول مباراة ليه رسمية لحراسة عرين النادي الاهلي نتمنى له التوفيق وديك نقطة مهمة كنت عايز من خلالك من خلال قناة النادي الاهلي ان احنا نشيب بهذا الامر اكيد فاروق صلاح زميل العزيز ومراسل قناة النادي الاهلي بشكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وطالما تكلمنا عن قايمة فيها مجموعة من الناشئين هتاخدوا المعلومة الصحيحة من فاروق صلاح ان الحتة دي تحديدا ملعبه ومتقلق فيها بشكل كبير جدا والحمد لله النهاردة بإذن الله يكون فيه دفعة كبيرة جدا لعند من الناشئين عشان نتطمن على كمان مستقبل النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية اخرج الى فاصل